الثمينة صواحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر واجهت موجات عتية من الارهاب الأسود وتحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا وفي كلمته بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو شدد الرئيس السيسي على أن مصر واجهت وضعا اقتصاديا غير مسبوقة بصمود أسطوري لشعب عظيم ليمضي شعبها في المسارين معا البقاء والبناء مشيرا إلى أن المجهود الهائل الذي بدلته مصر خلال السنوات الماضية أصبح سندا في مواجهة اتنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قصوى على جميع الدول العالم وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية هذا وأوضح الرئيس السيسي أنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 ومتحقق في السنوات الماضية من جهود تموية تصابق الزمن لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصعوبة أكدت النيابة العامة أن المتهمة الذي أرشد عن واقعة مقتر الإعلامية شيماء جمال الذي سبق وصدر قرار بحبسه احتياطيا بمثابة فاعل أصلي لجريمة القتل وذلك في ضوء قيامه بالاشتراك مع زوج المجن عليها في التخطيط والتنفيذ هذا وذكرت النيابة العامة في بيان لها أن المتهمة أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال بعد ظهور جثمان الضحية والتي أقر خلالها بتصريح زوج المجن عليها إليها بتفكيره في قتلها قبل ارتكاب الجريمة بفترة ووضعهما لذلك معا مخططا لقتلها وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط وقيامهما بدفنها سويا نظير مبلغ مالي وعده به وأشارت النيابة إلى أن هذه الوقائع تجعل المتهمة فاعلا أصليا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي أكد رئيس الأوكرانية فلوديمير زيلنسكي أن انسحاب القوات الروسية من جزيرة الأفعى الأوكرانية في البحر الأسود لا يضمن أمن بلاده وقال زيلنسكي أن الجزيرة تتعد نقطة استراتيجية هامة واستعادتها يغير الوضع الاستراتيجي في البحر الأسود بشكل كبير وفي سياق متصل أكد زيلنسكي أن الوضع في دونباس لا يزال صعبا للغاية أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتر بيسكو في استحالة حل مشاكل الاقتصاد العالمي بمعزل عن روسيا في مجموعة العشرين وفي وقت سابق قال بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمة مجموعة العشرين أم لا لافتا إلى أن روسيا ستكون حاضرة بشكل أو بآخر في هذه القمة قال الرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن دول حلف شمال الأطلنطية النيتو لن تدخل في صراع عسكري مع روسيا وفي مقابلة تلفزيونية شدد سانشيز على مواصلة دعم أوكرانيا لافتا إلى أن الأزمة يمكن أن تستمر لفترة طويلة وأشر سانشيز إلى أن قطع إمدادات الغاز من روسيا من المخاطر المحيطة مشددا على ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكس إن بلاده اليونان طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية شراء سرب من طائرات F-35 المقاتلة في إطار جهود البلاد لتعزيز قدراتها الدفاعية على هامشي قمة حلف شمال الأطلسي قال ميتسو تاكس للصحفيين إن بلاده أرسلت قطابا بطلب الشراء خلال الأيام الماضية مؤكدا أن هذه هي البداية لعملية طويلة وأن أثناء تقدر أنها لن تتسلم الطائرات قبل عام 2027 أو 2028 هذا وكانت اليونان قد تقدمت بطلب شراء 24 طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال بالإضافة إلى ثلاث فرقات فرنسية قالت الشرطة الأمريكية أن تسعة أشخاص بينهم طفل واحد على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار في نيوارك بولاية نيوجيرزي وأضف المتحدث باسم حكومة نيوارك راول مالاف إن المصابين نقلوا إلى مستشفيين قريبين لافتا إلى أنهم جميعا في حالة مستقرة ويعالجون جراء الإصابة بطلقات نارية مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر لكن بعض الفاصل فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر